السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الأولى متوسط اليوم شاء الله راح نحلو نموذج من نماذج اختبار الفصل الأول نبدأ على بركة الله بشرح النص هلو مرحبا my name is Akram أنا اسمي Akram I am 11 years old في عمري 11 سنة I am a pupil أنا تلميذ at في جميلة بحيرد middle school في متوسطة جميلة بحيرد I am from Algeria أنا من الجزائر and why I live in Bethna أنا أعيش في Bethna my father Abby is يكون a policeman شرطي his name اسمه is يكون أحمد my mother is أمي تكون عائشة she is تكون a housewife ربت منزل nice to meet you سعدتوا للقائك روحوا للتمرين الأول قال لك هنا يا الجدول تعنا fill in the table املأ لنا هذا الجدول from the text بمعلومات من النصة الجدول تعنا وش فيه parents أو الوالدين أعطانا الأب والأم father mother هنا أعطالك name الاسم وأعطالك job المهنة يعني تروح للfather تقول لنا الname تعوشنو وتقول لنا الجوب تعوشنو تروح للماذر تقول لنا الname تعوشنو وتقول لنا الجوب تعوشنو أوكي نرجع للنص تعنا نقرأ وهو ونجو نجاوبه أوكي الإجابة تعالفادر الاسم التاعو أحمد نكتبو هنا يا أحمد والاسم التاعو أحمد والجوب التاعو وشنو؟ a policeman اللي كتبو هنا a policeman الماذر وش يسمها؟ عائشة من النص رو يقول لنا والمهنة التاحة a housewife ربت منزل أوكي الآن راني راح ندلكم الإجابة الشفاهية وبعدين نحط لكم كامل الإجابة مكتوبة التمرين الثاني وش يقول read the text اقرأ النص and write true or false هذا أيضا الإجابة التاعو من النص اوكي true صحيح false خطأ اكرم is from England اكرم هو من انجليترا صحيح ولا خطأ؟ هذه الإجابة صحيحة أم خطأ؟ هذه الإجابة خاطئة نكتبو false لأنه قال لك أنا من الجزائر اوكي هنا نكتبو false في اللولة ثانية his father is a policeman هل المهنة تاع والد تاع الشرطي؟ هذه الإجابة صحيحة نكتبو هنا ya true true هي صحيح رانيا is his mother يما هو اسمها رانيا؟ الإجابة هنا خاطئة يما هو اسمها عائشة؟ نكتبو هنا ya false يعني true عفوا false true false نروحوا للتمرين الموالي تمرين رقم ثلاثة وشي يقول find in the text synonyms of هنا يقلك جبدلنا من نص المراذفات تاع الكلمات التالية هنا عدنا glad هنا عدنا hi glad to meet you قريتوها في القسم راي هنا عدنا hi في الآخر nice nice to meet you نكتبو nice وهي synonyms تاحها hello يعني هنا جيد تكتب هنا ya nice وجيد تكتب هنا ya hello اوكي نروحوا الآن للجزء الثاني تاع السوتي هذا هو الجزء الثاني نبدأوا بالتمرين الرقم واحد وشي يقول write the job اكتب المهن under each picture تحت كل صورة هنا عدنا ثلاث صور هاي طبيبة وهذا police police وهذه أستاذة هنا أعطونا اسم المهنة a teacher a doctor a policeman انت يا تروح تبدأ بالسهلة وعمرها مثلا a doctor اي سهلا نجي نكتب هنا a doctor اوكي policeman ثاني سهلا a policeman نكتب هنا وتبقى هنا teacher نكتبو هنا teacher اوكي سوى a doctor a policeman and a teacher آسفة برك على الإزعاج تمرين الثاني وشي يقول reorder قعد ترتيب the words الكلمات to get correct sentences للحصول على جمل صحيح اوكي عدنا اللولة عدنا شوفوا هنا عدنا علامة استفهام يعني كلا الجملتين هما عبارة عن السؤال اوكي الاولة وش تقول عطانا الكلمات old عطانا علامة استفهام عطانا how عطانا you وعطانا are هنا يروي يسأل فيه على السنة وش يقولوا how old are you how old are you ومتنسى تكتب لي علامة استفهام في نهاية السؤال how old are you هنا قلوا job المهنة what ماذا he is is يكون ماذا تكون مهنته وش نقولوا what is his job what is his job ما هي مهنته ومتنسى تكتب لي علامة استفهام how old are you what is his job اوكي رحوا لتمريل الموالي وش قال لك هنا classify the following words رتب حط هذا وصنف هذه الكلمات على حسب النطق والصوت المنطق مثلا عدنا هنا الصوت المنطق هو i وهنا الصوت a نصنف هم هذه الكلمات عدنا هذه الكلمة الأولى الثانية الثانية الرابعة name ولا name هنا راهي واضحة باللي name نحطوها في الصوت a عدنا هنا high ولا hey عدنا high نحطوها مع i play ولا play play نحطوها مع a white ولا wait عدنا الصوت الكلمة white نكتبوها هنا إذن هنا شكول يجو اجي عدنا white وهنا في a عدنا name و play متفاهمين نروحوا للتمرين الآخر وللوضعية الإدماجية تعنا وش تقول قال لك أكرم wants to know about you قال لك أكرم حبي تعرف عليك وش هو السؤال يقول لك introduce yourself عرف بنفسك كيف تعرف بنفسك in short paragraph في فقرة قصيرة ولا في paragraph قصير and tell him about yourself وهدر على نفسك علامك ريعت هدر راح تقول وش اسمك your name تقول your age your school your country and your city يعني أنت راح تقول في جملة تقول الاسم التاعك تقول السن التاعك تقول المدرسة التاعك تقول المدرسة التاعك وتقول المدينة التاعك هنا عاونك بالكلمة الأولى يكتب لك هاي يلا كتجي واحد أنت تقول على الاسم التاعك وش تقول my name is مثلا نقول محمد my name is محمد تكتب هنا my name is محمد ودير النقطة بعدين كتجي تقول على الage التاعك السن التاعك وش تقول تقول I am 11 years old المهم على السن تاعك لازم تقول السن تاعك اوكي I am 11 years اوكي بعدين السكول تاعك المدرسة تاعك لازم تخدر على المهنة تاعك تلميذ وش تقول I am a pupil a pupil at في محمد بوراس middle school مثلا انا تكتب التلميه ما تكتب المدرسة تاعك انا تتكون مثال بعدين country وش تقول I am from الجيريا انا من الجزائر and و I live in بالسكرة ولد بوراس تكون تكتب بالمدينة اللي تكون فيها and I live in بالسكرة هذا ما كان نقرأها لكم بسرعة My name is محمد I am 11 years old I am a pupil at محمد بوراس middle school I am from Algeria and I live in بالسكرة and I live in بالسكرة اوكي هذه هي الفقرة تاعنا المهم انه الحقنا نهاية الفيديو نشكركم بزاك بزاك ونخليكم الإجابة مكتوبة ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اللي راي تخص جميع أطوار المتوسط الأولى الثانية والثالثة والرابعة متوسط فيما يخص مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية فيها مجموعة من التمارين والوضعيات بجميع الحلول النموذجية الكتب رهي في الأسواق يمكنكم تطلبوها من المكتبات القاربة لكم إن شاء الله تستفادوا منها والأسعار رهي في متناول الجميع إن شاء الله تستفادوا منها إن شاء الله تكون هي حل لجميع مشاكلكم في الرياضيات والعلوم الفيزيائية ونقولكم السلام عليكم ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله